نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تدولته بعض المواقع الإلكترونية من أنباء بشأن تقدير وزارة المالية متوسط سعر الدولار ب35 جنيها في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2023-2024 وأكد المركز أن الوزارة تعتمد دائما في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة على استخدام متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس من كل عام وهما تم بالفعل عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة مشيرا إلى أن وزارة المالية تستخدم سعر الصرف الجنيه أمام الدولار لتقدير الاحتياجات التمويلية من العملة الأجنبية اللازمة لتدبير متطلبات دعم الوقود والسلع وخدمة الدين الخارجي وشراء السلع والخدمات والتقدير لاستثمارات وغيرها